أهلاً وسهلاً بكم في درس جديد من دروس الصف الأول لمادة العلوم العامة درسنا اليوم سيتحدث عن المغناطيس هيا يا أطفال الأعزاء تعرفنا سابقاً بأن المغناطيس هو جسم معدني يجذب الأشياء المصنوعة من الحديد والنحاس كما هو مبين لديكم في الصورة تعرفنا أيضاً بأن المواد التي يستطيع أن يجذبها المغناطيس مثل المثمار ومثل الدبوس هذه المواد يستطيع المغناطيس أن يجذبهم إليه مواد لا يستطيع المغناطيس أن يجذبها مثل الخشب ومثل الورق نذهب الآن يا أعزاء استغار إلى المغناطيس طبعاً تعرفنا بأن المغناطيس هو جسم معدني أي مصنوع من المعدن نتعرف أكثر على شكل المغناطيس كما هو موضح لديكم في هذه الصورة انظر هنا هذا الشكل المتعرف للمغناطيس يعني الشكل التقديد للمغناطيس لديه قطبان المغناطيس يوجد لديه قطبان ماذا نعني بقطبان؟ يعني لديه اتجاهان قطب شمالي يرمز له بالحرف N قطب جنبي يرمز له بالحرف S وهو باللون الأزرق إذن المغناطيس جسم معدني يجد بالأشياء المصنوعة من الحديد والمحاس وله قطبان قطب شمالي قطب جنبي له ماذا يا أطفالي؟ قطبان قطب شمالي قطب جنبي الشمالي يرمز له بالحرف N الجنبي يرمز له بالحرف S مرة أخرى للمغناطيس قطبان قطب شمالي وقطب جنوبي إذن يا أطفال أعزاء لنسأل بعضنا هذا السؤال ماذا يحدث إذا تجاذبت أقطاب المغناطيس؟ يعني إذا قربنا المغناطيس إلى بعضها مغناطيسان إثنان قربناهما إلى بعضهم البعض ماذا يحدث؟ للإجابة عن هذا السؤال فلننظر إلى هذا الفيديو مع بعضنا البعض استخدم مغناطيسين محددا على طرفي كل منهما القطب الشمالي والقطب الجنوبي واتبع الخطوات التالية علق أحد المغناطيسين بحيث يكون حر الحركة قرب القطب الشمالي للمغناطيس الآخر من القطب الشمالي للمغناطيس المعلق لاحظ ماذا يحدث استنتج هل يتجاذب القطبان المتشابهان أم يتنافران؟ كرر الخطوة السابقة بتقريب القطبين الجنوبيين كرر التجربة بتقريب القطب الجنوبي إلى القطب الشمالي استنتج هل الأقطاب غير المتشابهة تتجاذب أم تتنافر؟ ماذا تعلمت؟ قارون الجذب والتنافر الأقطاب المغناطيسية المتشابهة تتنافر؟ الأقطاب المغناطيسية غير المتشابهة المختلفة تتجاذب إذن يا أعزاء الصغار عندما شاهدنا هذا الفيديو سوية تعلمنا بأن الأقطاب المغناطيسية المختلفة تتجاذب إذا إلى بعضها البعض أي تنسحب إلى بعضها البعض انظر القطب الشمالي انظر هنا القطب الشمالي والقطب الجنوبي تجاذبا انظر إلى اتجاه السهم تجاذبا مع بعضهما البعض إذن الأقطاب المختلفة تتجاذب الأقطاب المختلفة تتجاذب والأقطاب المتشابهة تتنافر ماذا يعني تتنافر؟ أي تبتعد عن بعضها البعض انظر إلى اتجاه السهم ابتعد إلى هنا وهذا السهم أيضا ابتعد إلى هنا إذن عندما نقرب المغناطيسيان القطبان المتشابهان من بعضهما البعض فإنهما يتنافران أي يبتعدان عن بعضهما إذن استنتجنا يا أطفال الصغار بأن أقطاب المغناطيس المتشابهة تتنافر عن بعضها البعض أي تبتعد وأقطاب المغناطيس المختلفة تتجاذب أي تتقرب إلى بعضها البعض حسنا يا أطفال الصغار فلنتعرف إلى أشكال المغناطيس للمغناطيس أشكال عديدة منها أول شكل الشكل الحلقي انظر إلى الصورة هذا هو شكل المغناطيس الحلقي انظر الشكل الآخر حذوة الفرس انظر إلى هذا الشكل حذوة الفرس أي تشبه حذوة الفرس إذن حلقي حذوة الفرس فلننظر إلى الشكل الثالث مع بعضنا البعض قرس انظر هذا هو شكل المغناطيس القرس إذن حلقي حذوة فرس قرس انظر إلى هذا الشكل مستقيم هذا هو المغناطيس المستقيم انظر مستقيم فلننظر هنا الشكل الأسطواني على شكل أسطوانة إذن يا أطفال الصغار تعرفنا بأن المغناطيس له قطبان شمالي وجنبي وأن قوة المغناطيس تكون أكثر شيء عند الأقطاب وتعرفنا أيضا يا أطفال الصغار بأن أقطاب المغناطيس المتشابهة تتنافر أي تتعد عن بعضها البعض وأقطاب المغناطيس المتشابهة تتجاذب أي تتقرب إلى بعضها البعض وتعرفنا على أشكال المغناطيس المختلفة يوجد لدينا الشكل الحلقي حذوة الفرس مستقيم قرس والآن يا صغيري فلنكتب هذا التلخيص مع بعضنا البعض على دفتر العلوم وضع خطوط تحت الكلمات التي تحتها خط نقرأ مع بعضنا البعض للمغناطيس قطبان شمالي جنوبي قوة المغناطيس تكون عند الأطراف يعني أكثر شيء يستطيع المغناطيس أن يجذب عند الأطراف الشمالي والجنوبي من أشكال المغناطيس قلنا أن المغناطيس أشكال عديدة منها قرس ومنها حلقي وشكرا لكم يا أطفال الصغار ولا تنسوا أن تفعلوا تجربة المغناطيس وتقريب الأقطاب المتشابهة إلى بعضها البعض وأروني النتائج بالتوفيق للجميع